وارجع تاني وابدأ كلامي بالصلاة على الناب الغالي صاحب المقام العالي نور الهدى وشمس النهار وامر الليالي الدنيا تخلقت كلها علشانك يا حبيبي طابت الدنيا بمعرفتك وطابت الاخرة بشفعتك يقولوا زي ما يقولوا ده انت الادب عرفك والرحمة معرفتك عارف يا سيدنا وتجرسنا احنا النهاردة بنعاني من عديم الرباية وعديم الاخلاء وعديم الامانة وعديم الشرف يا نور النور يا سر السرور يا نور الانوار وسر الاسرار اقسمت يا ربي والعالم كله شايفني تجعل حبيبي وحبيبك النبي دليلي وشفيعي ونور عيني يوم الايامة يا ربي ملناش غيرك سند انت السند يا رب وشفعنا النبي الغالي وتسلامي يا بلدي بأهل البيت سيدنا الحسين وستين السيدة زينب ونفيسة العلوم وإكراما بآل البيت أجمعين ويدوم الشرف اني منهم وهفضل منهم وبحبهم من عندك يا رب تدوم الخير على بلدنا وببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسه الكلام مخلص أصل سيدنا النبي أصل حبيبنا وحبيب رب العالمين يمكن تكون في حاجات طلع الترندات بس برضو إلا رسول الله عارفين الموضوع ده عمل إيه النهاردة تغيرت خريطة العالم الاقتصادية بسبب الإساءة لرسول الله العالم النهاردة الآن الآن ليه أصلوا عرف غلاوة النبي في قلوب المسلمين وعرف إن هي مش هتعدي كده رؤساء دول اتكلموا وحذروا وعلماء أمة نبهوا لذلك عايز أقول لك نمبر وان هو سيدنا النبي وهيفضل هو نمبر وان وهيفضل هو رقم واحد لإن الدنيا كلها تخلقت علشان خطره علشان خطر سيدنا النبي لما وقف سيدنا آدم قدام رب العزة سبحانه وتعالى وطلب منه أن يغفر له يا رب اغفر لي بمحمد فقال له انت تعرف محمد منين قال له يا رب لقد رأيت على العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله ربما بعض الناس يقول لك الرواية دي يعني ضعيفة طب يا سيدي خليك أنت في الضعف خلينا احنا في العيشة اللي احنا عايشينها فاسم الحبيب مكرون بالله فاللي ييجي على الحبيب يشوف الزل والهوان النهاردة بسبب مؤطعة المنتجات الفرنسية الدنيا اتغيرت طلع الرئيس الفرنسي مكرون وشبه ان هو اعتذر وقال ان الناس فساروا تصريحاتي غلط انا لا اقايد الرسوم الموسيقى احنا بنقول له الله يسمحك تمام نيجي بقى لموضوع برضو كده ايه يعني واخد جانب من كلام الناس كتير قوي الموضوع ده عايز اقول لكم انه خات اكبر من حجمه وانا والله مش هدافع يعني عشان بس ما حدش شيفهم كلامه غلط يعني اللي انا هقوله ده هقوله بعقلانية عشان الناس تفهم النهاردة فيه طفل معداش الخمستاشر سنة طفل ده ابن قاضي من قضاة مصر تمام ابن من ابنائنا عمال يتريق على ما خليق ربنا ويقل ادبه ويشتم ويهزق شوية في بعض الناس ومرة مع امين شرطة ومرة مع ناس في الشارع وقلت ادب واصحابه مقويينه ما خلي بالك الصحبة دايما الصحبة تود في دهية يقولك الصاحب ساحب علشان كده ممكن لو صاحبك اللي هو مع ابنك ما خدتش بالك منه ابنك يضيع ودي الحقيقة لو احنا نظرنا او بصينا او شفنا بعين دقيقة في موضوع الطفل ده انا بس بطلب من الاساس وليد عمارة يعرض لنا الفيديوهات بتاعته عشان نبتدي نتكلم على الموضوع بشيء من التوضيح الفيديوهات جاهزة طب ياريت الصوت بقى يا اساس وليد طيب شوف كده هو عموما يعني يعني اه بصوا معانا كده في الفيديو يا جماعة شايفين هو الولد ايه الولد الصغير ده بيسوق عربية ما تكملش 15 سنة وبيسوق العربية عادي وبصوا بينادي بالترق على امين الشرطة انت واقف بتعمل ايه عم شعف ايه مين اللي مقوي بقى صحابه خلي بالك من حيات تديه خلي بالك هو الولد ممكن يكون قليل الرباية وده واضح لانه شتم وقل قدبه وعمل حاجات مش كويسة بس خلي بالك من حاجة مهمة جدا في ناس عملت هجوم عظيم هجوم كبير قوي عارف ليه عشان هو ابن قاضي من قضاة مصر عشان والده رئيس استقناف عشان والده من قضاة مصر وقال لك هو الوقت ده ما تحبسي ليه ازاي الوقت ده ما تحبسي احنا مش ما هو انت يا حبيبي مش فاهم انت للأسف سامحني لازم تكمل معلومتك صح الولد اللي قدامك احمد ده ابو المجد ابن المستشار ابو المجد ده عيل قليل قد سبب حرج لوالده والده على فكرة قدم اعتذار رسمي في وزارة العدل لجموع المصريين عشان نبقى فاهمين بس الكلام راح فين ونادي القضاة طلع بيان بقى وده اللي انا عايز اتكلم فيه كلام ده مهم جدا نادي القضاة طلع بيان وقال ايه بقى قالك مش معنى ان في طفل من اطفال القضاة اساء او يعني ربيته ناقصة او انه هو يعني قليل الاذب شوية ما اخلي بالك الاطفال كتير اولاد الاذب مش عشان هو ابنقاضي بس احنا عايزين بس نفهم القصة دي مش عشان هو ابنقاضي فالموضوع كده لا ما احنا لين اولادنا برضو وفيه اولادات الاذب كتير وبيقول له ادابه مقتر من كده خلي بالك والله انا ما بدافع عنه على فكرة انا طبعا ضده تماما وضد والده لانه فقد شيء في تربيته فين والدته فين والده لازم يا جماعة الاطفال دي تتربى تربية صحية بس انا عايز اقول لك الولد ده اللي انت بشو اخد بالك منه الود ده كان مع اصحابه فجموع المصريين الناس بقى المصريين اه طالعين في السوشيال ميديا ايه يا عم هو عشان ابنه هاضي ما تحبسي هو مش هم مش فهمين حاجة افهم ده 15 سنة يا استاذ يا محترم افهم الكلام رايح فين قانون الطفل 96 سنة 96 لما تيجي تقرأه وتبص فيه هتجد ان الطفل طالما لم يبلغ ال 15 لا يحبس ما يتحبس عشان كده الطفل ما يتحبس طب ايه اللي يحصل لما يكون الطفل ده يعني يعني مزودها وبيقل لأدب وبزيادة اصف الاخر اخلي بالك ده ما عديش 15 سنة افهم الكلام بس انا مش مع على الفكر انا مش معاه ولا مع والده ولا بدافع عن حد عشان بس انا عايزي الناس تفهم الكلام كويس ليه بقى النهاردة الناس بتقولك ايه بقى ودي حاجة مش كويسة في مجتمعنا المصري انا شايف ان هي حاجة يعني دي قلة ادب من بعض الناس ازاي النهاردة لما تقولي اصل هو ابنه قليل ادب يبقى هو قاضي مش كويس لا عيب ما تقولش كده هتقولي ليه هتقولي اصل هو ما رباش ابنه طب ما انت ما ربتش ابنك وانا برضو عندي نقص في تربية ابني وانتي عندك نقص في تربية ابني بس المشكلة فين سيدنا نوح لو انت تذكرت معايا سيدنا نوح ده نبي من الانبياء ركز كده في الكلام بس عشان تفهم الكلام رايح فين سيدنا نوح كان ابن عاصي هل ده ينقص من قدر سيدنا نوح ابو البشرية بعد سيدنا ادم لا هل ده يقلل من عدل سيدنا نوح لا هل ده يقولي ان سيدنا نوح كان فاشل مع ابنه لا ليه لان هو هنا ده اذا كان فيه تقصير انا عملت اللي علي ليس انت عليك ان تسعى يعني ايه اسعى يعني ارب ابن اقول له يا حبيبي ما تعملش دي حاضر يا بابا ما تعملش دي حاضر يا حبيبي ما تصحبش فلان قليل الادب حاضر طب افرد راح من وراك مشي من وراك وراح عمل زي ما شفنا الفيديوهات كلها اصحاب اصحابه عملين يقوو عشان كده انا بقى انا بقى بحذركم مش من قلة الادب اللي الاطفال طلع بها لأ انا بحذركم من اصحاب اولادكم اسأل هو صاحب ابني اخباره ايه مؤدب امتحنه شوف اخباره ايه لاني صاحب ابنك هو اللي هيصحابه زي ما سحبه الولد دوا هو كان فرحان بتعالى قدام الناس ان والده قاضي واصحابه عملين يقووه ويهه ويتريق ويحذف الراجل بالبيضة في الشارع ويهل اذبه على امين الشرطة يا راجل يا طيب يا محترم انت لما سمعت ان هو ابن قاضي انت دماغك جت ان ايه ده قاضي بقى وسلطة وانفوز وحصانة طب ماه راح يا حبيبي اتحاكم الولد راح اتحاسب واتحاق معاه في النيابة على فكرة في نيابة الحوادث في جنوب القاهرة الولد اودع في دور الرعاية لمدة اسبوع عشان يشوفه قوال عقلية والولد طلع على فكرة يعني طبعا هو هول الموضوع لانه سبب حرج لولده والده راجل قاضي راجل بيحكم بين الناس اساء لي هو الولد ابتدى ينتبه لان خلي بالك كلنا واحنا صغيرين كنا فزاع واحنا صغيرين كنا بنتشاء واحنا صغيرين كنا قولات الادب خلي بالك ساعات كنا ساعات يعني ايه بنقل لادبنا وبنعمل حاجات برضو مش كويسة يعني مش كلنا طلعين انبيا احنا يعني اخي بالك لو انتو ملايكة يبقى احنا شياطين بقى لا احنا نعالج الموضوع بشيء من الموضوعية ايه الموضوعية انا يا ريت بس ازل استاذ وليد لو في مدخلات معايا في الموضوع ده يا ريت يدخلها لي لان الموضوع ده مهم جدا النهاردة احنا بنتكلم على جزئية مهمة الاولاد اولادنا رايحين على فين طيب النهاردة القانون بيمنع حبس الطفل يطلع واحدة فاندي ما يعرفش حاجة في القانون يقولك اصلي ما حبسوهش عشان هو ابن قاضي يا ابني والله ما حصل يا حبيبي والله السيد النائب العام المستشار حمد الصود نفسه تابع التحقيق والولد اتحقق معاه وراح دور الرعاية وعلى فكرة حلق وزيره لكل صحابه لانهما معدين التمنتاشر شفت بقى مين اللي مقاو الواد الواد شايف اولاد معاه معدين التمنتاشر بيقاووه ايه عمل دي ومتعملش دي واتنك اصلابوك قاضي فالواد ايه خدته العفوية وبقى يتنطط ده شوية يتنطط ومحدش يقدر يعمل معايا حاجة ابوض لكن في الاخر اتحاكم وتحط دور الرعاية وتربى وتقدب نوعا ما وخلاص ابتدأ ينتبه لذلك انا بقولك اما ديجي تعالج الموضوعات ما تعالجهاش بطريقة عفوية عالج الموضوع بطريقة عقلانية تعال هات الواد ايه فرد الواد ده مش ابن قاضي ابن اي حد كان هيتعمل له الترند ده كان الواد هيم لكل فيديوهات واليوتيوب كده مش ممكن لان ولا زي اي ولا ده فيه عيال بتعمل افجر من كده ده فيه عيال بتعمل بيولعه في ورق ويرموها في ظهر الناس الكبار بيعملوا حاجات افضع من كده بس مش ولاد قضاء لذلك انا مش بدافع برضو خلي بالكم عن القاضي او عن فلان او انا بوضح الامر بقولك خد الامر بموضوعية ولا تسيء الى ابوه ليه لانه ربما يكون ابو تعف تربيته بس هو الواد الواد مستفز يعني هتعمل ايه هو هو ود مستفز ما انا بقولك سيدنا نوح كان عنده ابنه عاصي وما دخلش معاه في الصالحين وغيره وغيره وكتير بقى في مقيس كتير جدا من الاولاد حصل ان اباهم كانوا ناس عظماء وهم طلعوا فاشلين وفي ناس كتير اباهاتهم كانوا فاشلين وطلعوا هم عظماء قالوا معنا اتصال قالوا على اتصال ايوا اتفضل يا فندم بص يا سيد الفاضي اتفضل يا سيد الفاضي الوقتي سيدنا امر امير المؤمنين اما بعد فتح مصر معك سيدنا عمر بن العاص تمام تمام كده تمام كده يمحمد ابن عمر بن العاص كان بيخش سبق انا عارق المشاهدين عارفين القصة هاتم الاخر هاتم الاخر اما بعد سيدنا وامر جابه عمل ايه اه درب قال له دربك ازاي قال له دربنا عشان مراب بالكرباء قال له اضرب عشان مرات واضرب ابيعه خمسة قال له ليه قال له عشان هو ما احسنش تربيته كلام جميل اقف معك بقى وتقف معايا عدك العيب سمعني سمعك والناس في مصر كلها وفي العالم سمعيني بعمر الله طب ابن سيدنا عمر ابن العاص ده كان عنده كم سنة عنده خمسة عشر سنة ما حصلش ما حصلش ما حصلش لا كان شاب ومتجاوز ها يبقى الخطأ فين نركز بس عشان يعني بيكلمة موضوعية الطفل حاجة ولزلك القانون في العالم كله على فكرة انا مش ضد حد على فكرة ولا مع حد وانت اكيد لو بتتبعني هتفهم الكلام ده انا معاك انه ابوه اخطأ في تربيته معاك الو طيب فقدنا الاتصال مع الوصول انا برد على حضرتك وانا ليه متشكل الاتصال حضرتك وده دخولك معايا في البرنامج ابن سيدنا عمر اللي حضرتك جبت المثل بتاعه ده كان شاب كبير واعي وده خل سبق واخد بالك علشان كده حق العقاب لوالده تمام طيب لكن الولد الصغير ده دواد انا يا سفع طفل مش بقول يعني ان انا بدفع عن افعاله لا هو قليل الادب وقليل الرباية ومش محترم ولازم يتربى معاك لكن عايز اقول لا نسيء الى والده والله لا والله لا اعرف والده ولا ولدته ولا اعرف العائلة ولا اعرف اي حد فيهم بس انا بتكلم على منطق اللا نسيء للاخرين بسبب اولادهم في ناس كتير جدا من اولادنا بيعملوا بلاوة يعني فيه فيه ناس بتبقى ناس محتر علماء واخوه تجر مخدرات تعمل ايه بقى قول انت في القصة دي واحد علم العلماء واخوه تجر مخدرات واحد شيخ من الشيوخ واخوه التاني بيشرب خمرة ها هتحاسب الناس لا تزروا وزرة وزرة اخرى ابنه اه ابنه يتربى اه يتربى يضغط عليه يضغط عليه ربي انا معاك لكن انا جزئية معينة لانا بوضحها لحضراتكم جزئية انه طفل لم يبلغ الخامسة عشر عشان كده انا بقول للناس القانون قانون الطفل بينص على الذي لم يبلغ الخامسة عشر لما بلغش خمستاشر سنة ما بيتحبسي افهموا يا جماعة الكلام الخمستاشر سنة ملوش حبس ممكن يودع احدى دور الرعاية علشان يبتدي يهزبوه ويصلحوه باذن الله سبحانه وتعالى وانا شايف ان الموضوع ايه كده يعتبر يعني يعتبر يعني ان احنا ايه يعني وضحناه بالشيء من الموضوعية ولا نسيء الى احد ولا احد يسيء لنا وربنا يحفظ بلدنا ان شاء الله رب العالمين عندنا بقى موضوع مهم جدا موضوع الانتخابات الرئاسية في امريكا ياريت الاستاذ وليد يحضر لنا الاتصال بالاستاذ محمد خيري انتخابات الرئاسة في امريكا النهاردة هنشوف كده صورة بايدن وترامب كده نشوفها كده هنشوف ايه وجها اللي وجه بص فوش بعض والاتنين في الاخر بيحبوا امريكا اه خلي بالك بقى بالحادة دي شوف الاتنين هم وفوش بعض وبيعملوا مناقضات مع بعض ومناظرات مع بعض وفي الاخر اللي بيكسب بيقول التاني مبروك اه والله هي دي امريكا خلي بالك هو ده سر نجاح امريكا اللي الناس ما تعرفوش دي حقيقة لازم نفهمها فيه اه صراع انتخابات فيه صراع انتخابات فلان بيؤيد اه وفلان بيعارض بس في الاخر الاتنين بيحبوا دولتهم ما بيروحوش يعملوا عمليات ارهابية اه هي دي بقى هو ده بقى الفرق هو ده الفرق يا حبيبي ما بيننا وبين امريكا الاتنين اه بيختلفوا وبيتنقوا وبيتصارعوا على الكرسي الرئاسي في امريكا في البيت الابيض خلي بالك بس في الاخر ما بيشتموش بعض في الاخر ده بيكسب بيقوله انت انت لها وامريكا في رعايتك وبيصبح بيصبح خلي بالك بقى من حتى اللي جاء دي بيصبح التاني بيصبح التاني ايه مواطن عاتي ما بيجيش يقوله اصلا انا كنت مرشح رئاسة ويفرد ضلوعه كده اه اصلا انا كنت مرشح رئاسة بقى فعليش يعني انا عايز حصانة بقى انا كنت مرشح رئاسة بقى ويفرد ضلوعه كده وما ينفعش هو ده الفرق بيننا وبين امريكا امريكا يا جماعة عشان نبقى فاهمين بلد الحريات فعلا دي حقيقة هتقول لي اصلا ايش عارف حصل من قريب اخطاء بتحدث في العالم بس عايز اقولك الصراع قائم ما بين ما بين هؤلاء الاتنين دول ترامب وبيدن فالنهاردة مين يكسب محدش عارف طب فيه ولايات لسه ما حسمتش الموضوع فيه ولايات لسه ما تحسمش فيها النقط لان هم عندهم حاجة اسمها نظام النقط النقاط فيه واحد خد ميتين تمانية وثلاثين نقطة والتاني واخد ميتين وعشرين نقطة ففيه نزلق اصلي كده ترامب بصقت طب صدقني لسه ما تعرفش مين اللي كسب طيب السؤال بقى هنا السؤال الجوهري ولازم نفهمه هل الانتخابات الرئاسية الاستيس محمد خيري معنا ولا لسه طب نحاول كده يا جماعة معا طيب الله المستعين طيب المهم اللي انا عايز اقوله عشان ده كلام مهم جدا هل انتخابات امريكا تؤثر على سياسة مصر خالص ترامب كسب التاني كسب حد فيهم خسر التاني كسب ولا يفرق مع مصر عارف يفرق مع مصر ايه يفرق مع مصر مصر دولة استراتيجية دولة ذات موقع استراتيجي في العالم كله مؤثرة دولة مؤثرة دولة دولة ميزان عارف دولة ميزان يعني ايه يعني زبازة مصر الدنيا تبوز اذا توزنت مصر الدنيا تتوزن اه تتزن وتتضح الامور عشان كده مش هتفرق سواء الاخ بايدن اه كسب او الاخ ترامب كسب ففي ناس تقولك اصلا في ناس عايزة ترامب وفي ناس عايزة بايدن ماشي ده صراعات انتخابات لكن في الاخر اقدر اقولك تعليقي على هذا المشهد وده اللي انا بحبه بقى في الدول في الدول دي بحب الموضوع ده اللي هو ايه بقى فولا انكسب يرجع ترامب عادي جدا شفنا كم رئيس كم رئيس دي حكم امريكا من ساعة ما انشئت امريكا كتير اوي كلهم في الاخر بيرجعوا للصفوف الخلفية وزيهم زي اي حد زي اي مواطن وينزل بعد كده السيد الرئيس اللي هو كان رئيس لامريكا ينزل يلعب كرة في الشرع مع الاولاد ويركب معهم العجل ليه لان هناك في حاجة اسمها عدالة في حاجة اسمها حرية في حاجة اسمها اتزان لذلك انا حايز اقول لك اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر لذلك انا بقول لك الانتخابات الامريكية دي مدرسة كبيرة اوي وخبار حضرتك انت المتحكم مصر لا تتأثر مصر عندها قيادة سياسية حكيمة متزنة بتعرف تاخد قراتها في الاوقات المناسبة ركز في الكلام بتاعي مصر عندها قيادة سياسية وقيادة حكيمة بتعرف امتى تطلع قرارات وامتى تطلع تصريحات هو ده ما اصل السياسة دي لعبة كبيرة اوي خلي بالك الكلام اللي انا بقوله ده كان هيكلمنا فيه الاستاذ محمد خيري الصحفي بالبوابة نوز بس الواضح ان هو واقف في حتة ما فيه الشبكة ولا حاجة فمش عادرين نتواصل معاه فاللي انا عايز اقول يا جماعة الانتخابات هي صراع نازية في امريكا في مصر موضوع تاني في مصر الانتخابات يعني فيها شوية مش الرئيسة بكلمة على انتخابات مجلس الشعب والشوخ فيها يعني شوية لغط كده وناس اعلانة وناس بتقولك فلان مش عارف ايه ولذلك انا نمكن كنت قلت قبل كده ولو انتو فاكرين معايا كنت اقترحت واتمنى ان ينال هذا الاقتراح لازم يبقى فيه نوع من الواق اعداد المرشح انا جاي اترشح جاي اترشح اترشح عشان معايا فلوس ما ينفعش مش شرط الفلوس مش هي الميزان اترشح عشان معايا علم ممكن اترشح عشان انا مبدع ممكن اترشح عشان انا عندي فن معين ممكن لكن مش الفلوس هي الميزان خلي بالك من كلامي عشان كلامي ده مهم جدا لذلك النفوس لا تشترى ولا تباع نفسك دي انت اقوى من الكرسي بتاع مجلس الشعب بس انت مش فاهم المواطن المصري ده اقوى من الكرسي بتاع مجلس الشعب ومجلس الشيوخ هيقولي ازاي هقولك انت لو دلوقتي ما ديتش صوتك لو ديت صوتك لمن لا يستحق انت اللي اضعفت الكرسي انت اللي وقعت الكرسي ليه ادت صوتك لوحد ما يستهلوش علشان كده بقولك ادي صوتك لليه يستحقه طب ما لقيتش واحد هيرد علي يقولي ايه يا عمه هي مش عارف مثلا انها متطباخة الكلام اللي هو بيطلع ده ماليش فيه مش موضوعي دي دولة وهي بقى مسؤولة عن كل امورها انا انا كل هدفي انت بتدي صوتك لمن يستحق طب افرد في المرشحين ما لقيتش واحد يستحق روح ابطل صوتك قول يا جماعة والله انا مش عجبني ده ولا عجبني ده ابطل صوتك ما تخليش حد يتحكم في صوتك فيه ناس تانية يقولك يا عمه اصل انا يعني ممكن حد يديني مش عارف ايه وروحها لا عيب ده عيب ده العيب اللي انا ما بحبوش وده العيب ودي ما ينفعش ما يصحش ان احنا نقول فيه ايه رشاوة انتخابية ربما يكون فيه رشاوة انتخابية ربما ربما يكون فيه ناس بتدي فلوس عشان المرشحين عفوان المرشحين يروحوا المنتخبين يروحوا يقيدوا المرشحين واحد بيجي فيه ناس بتطلع مثلا مؤال فيه ناس بتطلع سلع تموينية ممكن هو نوع من انواع الدعم يعني لكن انا اللي انا عايز اقوله طبعا ده خطأ انت ما تخليش حد يتحكم في صوتك ها ما تخليش حد يتحكم في صوتك مش عجبك حد من اللي موجودين وروح ابطل صوتك قوله والله مش عجبني حد فيه مفيش حد يستاهل صوتي عشان كده بقولك صوتك يا مواطن يا مصري يا محترم اقوى من الكرسي انت مش فاهم دي ليه انت اللي تتحكم في مين ييجي ومين ما يجيش ربنا يحفظ بلدنا يا رب العالمين وخير المثال اللي انا قلتلكو عليه اا امريكا الانتخابات في الاخر ترامب لو خسر صدقني والله لا بقولك واسمع مني مش هيعمل عمليات ارهابية ولا هينقالب ولا هيعمل مشكلة ولا هيعمل ولا هي ده كسب ده خسر خلاص انتهت القصة موضوع بسيط جدا ده كسب ده خسر انتهت كله في الاخر ايه اهم حاجة الشعب يعيش في امان واحنا الحمد لله ربنا منن علينا بالامان بنمشي في البلد الساعة الساعة تلاتة الفجر ومستورين الحمد لله طب عايزين ايه نقول الحمد لله في بلاد تانية والله في بلاد تانية ماقدروش يمشي بعد الساعة تمانية بلاد احنا عارفينهم وانتو عارفينهم في بلد ما تقدرش تمشي فيها بعد الساعة تمانية بالليل عارف ليه مفيش امن مفيش امن لكن لما تكون بلدك مصر تقدر تمشي فيها وتسيب بنتك تروح هنا وتسيب ابنك يمشي هنا وانت مطمئن ده نعمة من نعم ربنا رب يجعل هذا البلد امنا الامن يا جماعة قبل الاكل والشرط حدش يفهم كلامي ان انا بدافع عن طائفة او ان انا بأي طائفة انا نفسي الناس تفهم معقولية الكلام انا دايما مع الفقير خلي بالكم انتم ممكن عارفيني الكلام ده كتير يعني ممكن فيه ناس اطلقوا علي من فضل ربنا يعني ان انا اعلام الغلابة الغلابة هم اصلا احنا من الغلابة احنا من فقراء احنا اصلا منهم وهم مننا و لحمنا و دمنا منهم و لحمهم و دمهم مننا احنا واحد فيش حاجة اسمها كلنا مواطنين مصريين بس احنا بندافع عن حقوق الناس اللي هي ما خدتش حقها لغاية دلوقتي او لسه ما خدتش حقها لذلك دايما لما بنقش حاجة يا جماعة بنقشها بموضوعية ولا بنطبل لحكومة و نقول الحكومة لا الحكومة اخطأت بنقول والله يا جماعة الحكومة اخطأت في الحتة دي طب الحكومة عملت حاجة كويسة بنقول الحكومة عملت حاجة كويسة طب الحكومة النهاردة بتحاول تعدل الوضع بتحاول بتسعى في اخطاء حصلت في الماضي بنحاول نصلحها طب نعمل ايه نقول يا رب عنا يا رب استرنا يا رب احفظنا يا رب كرمنا واحفظ بلدنا يليد بقى الدكتور أحمد إمام لو الأستاذ وليد معايا كده و هلو طيب فيا جماعة برضو من ضمن الحاجات قبل ما خش في مداخلة الدكتور أحمد إمام عشان فيه موضوع مهم جدا أنا برضو حابب أكلم حضاراتكم فيه النهاردة وهو موضوع الشذوذ لأنه موضوع مؤلم فيه ناس كتير جدا بتخاف تقترب بالمنطقة دي منطقة الشذوذ أنا عايز أقول إن دي مسألة خطيرة جدا بيتعرض لها كثير من الناس على مستوى العالم فيه ناس شاذة كتير وخبال حضرتك وطبعا دول يعني يعني تتعايش معهم إزاي مش عارف ما فيش تعايش معهم طب النهاردة واحد يقول لك أصلي مش عارف الشذوذ بقى أنتوا عارفين الشذوذ ده ده شيء مؤلم وشيء قبيح ولكن إحنا بنتحدث في من باب الموضوعية ليه من باب الموضوعية علشان هو موجود فواحد يقول لي يعني إيه موجود يعني فيه ناس شواز عايشين وسطينا آفي للأسف ما هو ده داكون خلق رب العزة فيه ناس بتشز عن القعدة فيه ناس بتخرج عن أصول القعدة الأصيلة وعن الصلاة المستقيم في بتشز فالشذوذ ده هو أن الواحد يبقى خارج عن النسق الصحيح اللي ربنا خلقنا لي وخلقنا به خلي بالك من الكلام ده ربنا خلقنا لأمر لأمر وخلقنا بأمر وخلقنا ذكر وأنثى وخلق الرجل يعاشر الأنثى فينجبه وخبال حضرتك فيه ناس بتشز عن ده فيه مسائل خطيرة بتحصل كتير جدا توصلنا مع الدكتور رحمد إمام يا جماعة طيب ناخد فاصل يا جماعة كده بسرعة رجعت لحضراتكو تاني موضوع الشذوذ موضوع مؤلم شوي موضوع يعني الناس بتعتبر ان ده فيه حرج لا مفوش حرج ليه لأن انت بتفاجأ ان فيه ناس مثلا شاذة طيب النهاردة انا هدخل معايا الدكتور رحمد إمام معانا يا جماعة ولا بس ألو طيب انا منتظر اهو طيب هيكون ان شاء الله في اتصال معانا الدكتور أحمد إمام أستاذ المخ والأعصاب وخبال حضرتك وعضو الكلية الملكية بلندن وهو بيعالج بعض الناس أشاذين وتعرض لهذه التجارب وانا حابب ان انا ادخله معايا في مكالمة مهمة جدا عشان نوضح الامر نتكلم طيب هل السؤال هنا نسبة الشذوذ في العالم قد ايه تقدر تقدر تقيمها صعب هتقول لي صعب ليه هقولك صعب لأن الشاذ متخفي وسط الناس العاديين معايا دي نقطة مهمة جدا متخفي في منهم اللي بيروح يتعالج ويحب ألو دكتور أحمد ازاي حضرتك أنا انسات المستشعر ازاي حضرتك ونورنا يا فندم والله في البرنامج أنا حابب حابب اتكلم مع حضرتك واتشرف بيك أستاذ الدكتور أحمد إمام أستاذ المخ والأعصاب والنفسية عضو كلية الملكية بلندن تمام كده أنا بس الصوت شوية طيب يا ريت الصوت يا جماعة في الاعداد يعللنا الصوت شوية ألو أيوة كده تمام تمام طيب يا دكتور بص يا دكتور دلوقتي حضرتك أنا طبعا انت عارف حضرتك موضوع الشذوذ ده موضوع مؤلم شوية والناس ما بتتكلمش فيه كتير مع أن فيه وسط المجتمع ناس عندهم الشذوذ صحي كده تمام طيب أنا السؤال الأول عشان ما طولش على حضرتك وأنا متشرف فيك في هذا البرنامج الجميل أتفضل 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 وأعرف أن حضرتك برضو من الناس اللي هم راحوا لدول أوروبية ويعني وتعاملوا مع مجتمعات مختلفة هو اللي أنا عايز أقوله هل نسبة الشذوذ في العالم نقدر نحددها؟ وده سؤال سؤال الحقيقة منطقة جدا ومهم جدا تمام وهو يحمل أكثر من شوق أولا إحنا ما نقطعش نحدد نسبة نعوية واضحة بسبب حساسية الموضوع تمام بسبب أن الميضة أو المصابين بهذا الشذوذ لا يتوجهوا لا يتوجهوا إلى مؤسسات صحية أو نفسية للعلاج وبالتالي يصعب إحصائهم ولكن من خلال النظر المجتمعية والتطورات التي تحدث في المجتمع حوالينا نقدر نقول النسبة فعلا بتزيد خاصة في المجتمعات الأوروبية بتزيد بشكل واضح وتزيد أيضا في المجتمعات الشيقية وقد يكون كلنا نعاية في هذا ولكن ده نستطيع نضع يدينا على عقم محسوس ولكن نشهد النسبة في الزياد للأسف تمام طيب السؤال ده كده خلاص نعديه ونكمل ولا فيك إجابة تانية نكمل أنا مع حضاتك طيب كده مش هنقدر نحدد النسبة عشان ده شيء بيبقى الشاز نفسه بيخاف يقول إن هو شاز ما نفعش هيبقى فيه المجتمع هينقم عليه وهيتطهده وده اللي بيحصل طيب هل هناك بقى يا دكتور أحمد وده السؤال الجوهري عشان أنا نفسي الشاز ده ينتبه للي أنا هقوله النهاردة مع حضرتك هل هناك علاج واضح للشذوذ طبعا العلاج موجود ولكن شروط وهي شروط آآ يعني الحقيقة آآ مش سهل طرفيها ولكن همم إذا طرفيه يصبح العلاج متاح أول شيء هي طياف الشاز بأنه يحتاج إلى العلاج وذهبه إلى الطبيب المختص أو المؤسسة المختصة بهذا طبعا ده بيحتاج سريه من الطبيب نفسه اه طبعا عشان طبعا العلاج ما بيكونش بس مع طبيب بيكون اخصائي نفسي ومؤسسة نفسية مش علاج مع شخص او مش جازة بل شخص فيتعالج العلاج ده هم بنسميه مالتدستجريني تين يعني تين كامل مفصول مسؤول عن علاج هؤلاء الاشخاص لكن في علاج ونجح يا دكتور نجح اه طبعا في ناس نجحت ويجهت الحياة بشكل طبيعي ولكن النسبة التي تتبع في العلاج اصلا هي نسبة قريرة جدا الناس الأكبر قد لا ترى ان هم ميتة اصلا للأسف يا دكتور وحضرتك سمحني في اللي انا هقولك فيه اطفال بيتعرضوا للتحرش بسبب شزوز بعض الناس دي مصيبة كبيرة هو الحقيقة هنا يعني دور المجتمع والقصة في مراقبة الاطفال وفي توعيتهم بمعنى كلمة التحيش طبعا ما بتتقلش بهذا الشكل للأطفال تمام ولكن لازم اوعي الأطفال ان الأعضاء التناسلية دي أناكن خاصة تمام وأماكن حساسة وما ينفعش حد يلمسها حتى لو على سبيل النظافة العامة يعني دي أنا أقولهم لا لازم أنا كنت تبقى نظيفة ما حد تشتني جي جنبها تمام أشياء من هذا القبيل تمام والقصة لازم تيائد كويس أو الأطفال المدرسة لها دواء المجتمع بشكل عام عندنا شقين ويقبط الأطفال وتوعيتهم وفي نفس الوقت محايدة البالغين الشواج أو المتحرشين بالأطفال دول هنا ما يعتبروش مائدة مش هعملهم على أنهم مائدة هعملهم على أنهم معتدين فلازم يكون في عقاب هنا ما يكونش في علاجه بس طب إذا نتفق مع بعض يا دكتور وحضرتك أستاذنا في هذا الشأن أن هناك علاج أن هناك علاج طبعا هناك علاج طيب طيب إحنا نقدر نحجم نحجم الإنسان الشاز ده في المجتمع إزاي معايني ده سؤال صعب شوي نحجمه نحجمه طبعا دي قوانين مرأبة إذا في عقاب بياطع إن هما إن إحنا نقدر نمنعهم بعقاب بياطع يبقى واضح للجميع اللي يتعاقب هيشوفوا اللي زيه من أنثاله فده يكون راضي عليهم إن هما يمتنعوا عندك طبعا فكرة الكاميات اللي موجودة في كل الأماكن دلوقتي بالأسف الفيديوهات الفيديوهات اللي في الموبايلات دي يا دكتور بوازة الدنيا أنا بس للأسف معلش الصوت شوية يا أستاذ وليد يعني تعليلنا الصوت الدكتور معنا عاوزين نعلي الصوت ماشي والحقيقة أنا سمع صوت ناس في الكنترول أكتر من صوت حضرتك تفضل يا دكتور ماشي مع حضرتك تفضل يا دكتور أيها اتفضل حضرتك السؤال تاني بقول لحضرتك إحنا دلوقتي لو هنحجمهم بالقوانين طب ليه ما نقولش إن الوازع الديني ممكن يكون لي تأثير والحقيقة الوازع الديني طبعا مهمة كدا ولكن الميض والشدود الجنسي والنفسي يحتاج هنا قوة قانونية أكتر مع الوازع الديني لأن لو فائدنا مثلا عن الوازع الديني يمنع من شرب الخامة أو شرب المخطيات ما يقول لنا عايفين لكنهم بيدوا بيشعبوا مخطيات طب لو قلنا المجتمعات الأوروبية لحضرتك يعني عشت فيها فترة أو حصل فيها معايشة هل هناك محاربة جادة للناس الشواذ؟ لأسف المجتمعات الأوروبية بتختلف من دولة للدولة ومن مجتمع لمجتمع هو طبعا في مجتمعات ما بتعترفش اليوم كمايدة أصلا بلعكس ده بتعترف اليوم على أنهم الناس ليهم حقوق ويجب يعطيهم مزيد حقوق بل أحيانا الاعتماد عليهم وعلى مطالباتهم بحقوقهم مثلا في بعض الانتخابات يعني لا أحنا بص أصليل حقوق المواطنة دي ما فيهش مشكلة لكن أنا بتكلم على أن هو ما يدومش الحق مثلا أنا آسف سامحني في اللفظ يعني ذواج المثليين ده إلت أدب؟ ما أنا بقول لحدك عشان كده إن هما مش بيعترفوا بيهم كمايدة أصلا ده تعترفوا حقوق ويعطوهم حقوق لا حقوق المواطنة دي ما نقدرش نعترض عليها عن مجتمعنا طبعا أنا ما أقدرش نعترض على الحق المواطنة لكن أنا أعترض على إنه هو يدي له حق قانون إنه هو يتجوز يعني راجل يتجوز راجل ده ينفع ده إلت أدب؟ ده إلت أدب؟ حضرتك نوعه بيعتمد آه في الانتخابات مثلا على إنه هيدي له حقوقه فيحضوا صوته ها هيدي الشاز حقوقه فبالتالي الشاز يدي صوته في الانتخابات فأصبحت لهم قوة من خلال موقفهم الشاز عموما أنا أنا يعني آآ وأنا مع حضرتك على الهوى كده يعني آآ بدعي ربنا يحفظ مصر وبلدنا والحمد لله أنا حضرتك بينت على الهوى كده إنه فيه علاج يروح يذهب للهوى فيه علاج بس أنا أحب دايما أنبه وأنوّل وأشجع دور الأسرة ودور المداسة في الحفاظ على الأولاد وتوعيتهم وتابيتهم لأنه آآ كما يقولون يعني قرات ورقاية خير من فدان علاج فإحنا لو استطعنا ندي بعض يعني ساعات قليلة يوميا لأبنائنا لتوعيتهم أفضل ما نقضي سنين طويلة في العلاج والمضاعفات والمشاكل أنا والله كنت سعيد والمشاهدين سعداء لأن الكلام لما يكون من العلماء بتتغير الأمور كلها كان معانا الدكتور أحمد إمام الأستاذ الدكتور مخ وأعصاب والعصابية والنفسية وعضو الكلية الملكية باللندن شكرا دكتور أحمد شكرا حضرتك طيب أنا قبل ما أختم مع حضراتكم هقول دكتور مصطفى مدبولي يا جماعة نرجع بقى تاني بقى بسرعة قبل ما نختم عشان الأستاذ وليد عمال يقولي الوقت خلص أنا بقوله لازم أقول اللي أنا أقوله دلوقتي لأنه ده مهمة أوي كورونا ممكن ترجع تاني أه كورونا ممكن ترجع تاني كورونا ممكن ترجع بزيادة أه ممكن ترجع بزيادة طب نعمل إيه ناخد إجراءات الوقاية علشان كده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمل اجتماع خلال 24 ساعة ودلوقتي المجلس وغيره وبعض القطاعات منعقدة ومهتمة بالأمر إيه اللي يحصل ناخد بالنا نرجع نلبس الكمامة تاني يا جماعة في ناس نسيت كورونا في ناس نسيت إن في حاجة اسمها كورونا لا خدوا بالكم اغسلوا ايتكم تاني نرجع تاني نبقى نضاف ناخد بالك نرجع تاني نبقى نضافوا كويسين كده ومؤدبين نغسل ايدينا واخد بال حضرتك ونحط المعاقم ونلبس الكمامة ونرجع تاني ناخد بالنا من نفسينا وصحطنا عشان موسم الشتاء داخل موسم الشتاء داخل يعني كورونا طب ايه الاعداد في اوروبا الاعداد في اوروبا بقت اوفر وفي دول كتير اوفر وعدت نلحق نفسينا في بلدنا احنا مش قد المهزلة اللي حصلت السنة اللي فاتت والناس ما صالحها وقفت والاقتصاد اتأثر والناس ما صالحها مش الناس ما كانش معها مش لا يتاكل والصنعية اللي هم على باب الله وقف حلهم والناس اللي هم العمالة اليومية وقف حلهم بسبب كورونا ناخد بالنا نرجع تاني ناخد بالنا بالكمامة نرجع تاني ناخد الاجراءات الاحترازية ولذلك في غرامة هتفعل ناخد بالنا يا جماعة يحفظ بلدنا يا رب يحفظ بلدنا يا رب ويديم علينا الستر ويديم علينا الخير ويمنع عنا اي شر كنت معاكم في برنامج ضد الفوضى واقل ابو شوشة اشوفكم على خير